السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب المرحلة السنوية سواء أولى أو تانية أو تلتة سنوي أهلا بكم في قناة الملك التعليمية مع ميسيو محمود خليفة كتير بيسأل على خطط الأونلاين السنة هتكون إزاي بس عايز أقولك على حاجة سواء أنت سنتر أونلاين أنا شغلي بيعتمد على حاجتين أساسيتين مهمين جدا هم المتابعة والاهتمام دول من غيرهم بعتبر أن أي درسة سواء سنتر أونلاين ميباش لي لازمة ما كانش فيه متابعة واهتمام بدقة يعني حد يقولي طيب في السنتر تمام سهلة هتقدر تتابع في الأونلاين كل طالب زي السنتر كده ده لازم لازم وعشان كده النظام للمنصة إن شاء الله أنت تشترك بحسابين أو أنت تشترك بحساب ووالدك بحساب إبقى هيكون في حسابين على المنصة حساب للطالب وحساب لولي الأمر بحسن ولي الأمر يقدر يتابع ابنه أو بنته بنفسه ويشوف الحضور والالتزام هل مراكم حصص ولا مش مراكم وكمان جاب للحصة لازم تسمع الجديم وإلا مش هتتفتح لك الحصة الجديدة إذا ما سمعتش الجديم كويس ده غير المتابعة الشخصية ليك إنت من خلال الواتس والتيلجرام والمسنجر لو أنت محتاج أي استفسار هتلاجيني برد عليك بنفسي أقصى حاجة إن أنا ممكن أأخر في الرد كده ساعتين ثلاثة أربعة بالكتير خالص أحسن أنا خلص سيغل ورد عليك إنما هرد عليك بنفسي وإن شاء الله أحاول أحل مشكلتك بإذن الله طيب نيجي بجأة خطة الدراسة إن شاء الله البداية بتاعيتنا بإذن الله هتكون للسنتر يوم خمسة تمانية والأونلاين يوم اتناشر تمانية السنتر كام خمسة تمانية والأونلاين اتناشر تمانية طيب في طالبة تبقى جانا من مستواها جدا وبيتقول مثلا أنا ما كنت طالب سنة ثالثة أنا كنت ضايع فغولة وتانية أو طالب تانية يقول أنا كنت ضايع فغولة كل ده نسي خالص ما تجلكش نهائيا لأن أنا ببدأ من تحت الصفر مش الصفر لأ تحت الصفر يعني مهما كان مستواك لازم تاخد كل فتفوتة في التأسيس حتى إن كان مستواك حلو جدا برضو لازم تراجع الجديد باهتمام جبل ما نبدأ في المنهج الجديد بإذن الله طيب هنشتغل من كتاب إيه جبل ما يجرب على السؤال ده أحب صح فكرة شائعة كده في الفرنساوي بالذات عند كتير من الطلبة وإن الفرنساوي مش لازم نهتم بيه ممكن نرمه في ساعتين والكلام ده أنا مش هرد عن النقطة دي بس على الأجل اسأله طلاب سنة ثالثة بتوع السنة اللي فاتت شوف بجل ما هتمش منهم في قولة وتانية أو أول ثالثة شوف إزاي كان بيعاني جدا في المراجعة في سنة ثالثة لأن المنهج فيه تفاصيل كتير وتكات كتير عشان كده لما تهتم بالفرنساوي من الأول هتلاقيه سهل عليك في الآخر سهل جدا كمان ولما تديله حجه في الأول كويس هيديلك حجك وأكتر من حجك كمان عشان كده هنشاء الله نشتغل من كتابين كتاب ورقي خارجي مشهور مش هقوله عشان الدعاية والكلام ده وكتاب إلكتروني كتاب ميسيو محمود إلكتروني ده كتاب بجواله في الأحلام ليه لأنه لو عايزين تعرفوا كلمته اسألوا الدفعات اللي فاتت اسألوا ازاي الكتاب ده أولا كتاب ممتاز جدا متميز في التدريبات والحل كتاب ماشي مع النظام الحديث بالنسبة للنت بيشتغل من غير نت ودي حاجه ميزة كبيرة جدا ده غير فيه تطورات وشيتات كده عملتها فيه السنة دي جديدة ما كانتش موجودة السنة اللي فاتت وتمنه بيكون رمزي جدا 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 ميجيش حاجة بسيطة جدا من تكلفته ولا واحد من عشر حتى من تكلفته وكمان السنة دي بجا حاجة جديدة خالص هو كتاب إلكتروني مثل محمود خليفة خاص بالتسميع والنطق ده كتاب مخصوص كده للتسميع ونطق الكلمات تفاصيل الكتابين واستخدامهم ازاي وكل شيء هيكون ان شاء الله في فيديو هينزل في الجروب مش هزيد عن سبع دقائق ان شاء الله ده غير كمان ان احنا ان شاء الله هنستفيد من منصة نجوة ومنصة نجوة اجزامز في الأسئلة الجزئية والشاملة الموجود عليها وربنا اوفاكم كلكم بإذن الله وان شاء الله تكون سنة سعيدة علينا كلنا وبالنسبة لطلاب اونلاين لو عايز تعرف تفاصيل الاشتراك والمنصة هتتواصل مع اي رقم من الارقام الموجودة في الوصف تحت الفيديو في الوصف بتاع الفيديو اللي انا بكلمكم منه لها ربنا اوفاكم ان شاء الله وما تنسوش كمان الاشتراك في القناة قناة الملك التعليمية قناة دي اشترك فيها لان هينزل فيها بعض الفيديوهات اللي هي بعض الدروس كده هتبقى مجانية احيانا للكل فلازم تكون مشترك في القناة ان شاء الله عشان تستفيد جدا بإذن الله وربنا اوفاكم كلنا ان شاء الله سلام عليكم